موسيقى الحراك السياسي يدور حول أرجحية ذهاب نتنياهو إلى انتخابات مبكرة وذهابه إلى الأمم المتحدة مع رسم للقنبلة النووية الإيرانية وخطها الأحمر أما مقتل 13 عربيا في أعقاب انتفاضة عام 2000 فيظل مرتكبوها من دون محاسبة هذه المواضيع اخترنا أن نناقشها في حلقة الليلة من خلف الجدار ولكن قبل البداية شريط سريع يعرفنا على أبرز الأحداث التي مرت بها إسرائيل خلال هذا الأسبوع ذكرت صحيفة هارتس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع على صيغة جديدة كفيلة باستئناف المحادثات الرسمية بين إسرائيل والفلسطينيين وعقد قمة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وبمجابها سيصل إلى المفاوضات دون شروط مسبقة وبالمقابل يوافق نتنياهو على تجميد المستوطنات طالما استمرت المفاوضات دع نائب وزير الخارجية داني آيالون أدول المانحة إلى التوقف عن نقل مساعدات مالية إلى السلطة الفلسطينية موضحا أنها تنقل جزءا من هذه الأموال إلى حكومة حماس في غزة أعلن وزير الخارجية أفكدور ليبرمن أنه ليس هناك أي أمل بأن توافق إسرائيل على إدخال تغييرات على الملحق الأمني لاتفاق كامب ديفيد فيما دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن روني بار أون إسرائيل إلى دراسة إمكانية تغيير الملحق الأمني واعتبار ذلك فرصة كبيرة لإسرائيل لأنه قد يؤدي إلى موافقة الإخوان المسلمين على الاتفاق وبذلك تتحول مصر إلى الدولة الإسلامية الأولى التي تدعم سلاما مع إسرائيل أظهرت قارير إعلامية أن إسرائيل تبلور خطة تمنع انهيار السلطة الفلسطينية وأنها زادت بشكل كبير حجم التسهيلات الاقتصادية في السلطة على خلفية التخوف من أن تعرض الاضطرابات في الضفة الغربية إسرائيل للخطر وأن تؤثر على استمرار حكم السلطة هناك أظهر استطلاع من الرأي العام أجره معهد ديالوج أن معظم الإسرائيليين يعتقدون بأن احتمال أن تندلع حرب بين إسرائيل وإيران في السنة المقبلة هو احتمال عال أو متوسط وأن نصفهم يعتقدون أن اندلاع مثل هذه الحرب تشكل خطرا على وجود إسرائيل أهلا بكم من جديد بعد هذا الاستعراض للأحداث نبدأ مع المحور الداخلي والحدث الداخلي الأبرز الأحداث الداخلية في إسرائيل تسير متناسقة على وقع سينفونية الانتخابات المبكرة أولميرت وبرأته وتأثيرها على عودته منافسا قويا لبنيا من نتنياهو براك وتمايزه في مقاربة الشأن الفلسطيني إضافة إلى حراك حزبي سياسي باتجاه مشاريع تقدمه للناخب الإسرائيلي تدل على أن الانتخابات ربما أصبحت على الأبواب هذا الموضوع نناقشه مع دكتور عباس إسماعيل المختص في الشؤون الإسرائيلية أهلا بك دكتور عباس قبل المناقشة كالعادة نذهب معكم إلى تقرير يضح لنا الصورة أكثر ترتفع الأسهم بانتخابات مبكرة في إسرائيل مع اقتراب افتتاح الدورة الشتوية للكنيسة فالتقديرات تأتي على خلفية المراوحة التي تشهدها عملية إزاب الموازنة رغم تأكيد رئيس القهومة بن يمين نتنياهو عزمه على إقرارها واحترام المهل الدستورية عزم نتنياهو وغياب مصلحة أحزاب اتلافه الحكومي شاس وإسرائيل بيتنا في الانتخابات المبكرة لم يمنع من أن يخيم شبحها على الحركة السياسية في إسرائيل وأقضام أحزاب سياسية على البدء باكرا في تقديم أوراقها إلى الناخر وزير الأمن ورئيس حزب عتماؤوت إيهود باراك كان الصباق إلى حجل مكان له استعدادا للمعركة الانتخابية بالتعادة عن نتنياهو في الموضوع الإيراني وإعادة إحياء خطته للتسوية مع الفلسطينيين حركة ميرتس اليسارية قفزت بدورها على عجلة الانتخابات طارحة بديلها عن اتفاق أوسلو حزب العمل برئاسة شلي يحيموفيتش ويوجد مستقبل برئاسة يائر لاباد يتنافسان على شريحة انتخابية واحدة أما كديمة ففازت باحتمال عودة زعيمها السابق إيهود أولمرت إلى الحلبة السياسية بعد إصدار المحكمة بحقه حكما مخصفا عودة أولمرت المحتملة ينظر إليها باعتبارها التحدي الأقوى أمام عودة نتنياهو إلى شدة الحكم في ولاية ثالثة تحدي يرى فيه كثيرون سببا كافيا لدفع نتنياهو إلى تقديم موعد الانتخابات قبل أن يتمكن غريمه الجديد من التقاط أنشاثه إذن دكتور عباس نقاط كثيرة طرحها هذا التقرير فلنبدأ بداية بالموازنة يقولون بأنه ستقر هذه الموازنة موازنة عام 2013 هل ستقر فعلا موازنة العام المقبل وما هي المهل الدستورية في إسرائيل لإقرار الموازنة نعم لغاية الآن لا يزال الغموض يلف مصير الموازنة العام الإسرائيلية العام 2013 لأنه لم يتم حتى الآن إذا صح تعبير العناصر الأولى والممهدة للأسفير قدما في الموازنة لم نراها أو نشاهدها في إسرائيل من قبيل المفاوضات بين مقونات الائتلاف الحكومي التي غالبا ما تسبق طرح هذا الموازنة على الحكومة الإسرائيلية والتي تأخذ عادة ضجة كبيرة في إسرائيل نظرا للمطالب والمطالب المضادة التي تشهدها وعملية المساومة التي تحصل هذا كله لم نشهده نحن الآن الحديث عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات على خلفية الموازنة ناجم عن أن النافذة الزمنية المتعلقة بالمهل الدستورية لإعداد الموازنة في الحكومة وطرحها في الكنيسة وإكرارها أخذها في الانغلاق وهذه المهل الدستورية وفق القوانين في إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تضع قانون الموازنة وتحويله تصادق عليه في الحكومة وتحويله إلى الكنيسة الإسرائيلية قبل 60 يوما من السنة المالية الجديدة وهذا يعني أن القانون الموازن يجب أن يكون على طاولة الكنيسة على أبعض تقدير قبل تشرين الثاني نوفمبر هذا نعم ونحن الآن في بداية تشرين الأول بعد أسبوعين تفتتح الدور الشتوية للكنيسة أمام الحكومة الإسرائيلية الشهر من أجل طرح الموازنة على الكنيسة يعني عدم طرحها أن هناك انتخابات حل الكنيسة وانتخابات الكرة إذا عدم الالتزام بالمهل الدستورية تلقائيا يؤدي إلى حل الحكومة وزام نحو الانتخابات خاصة أنه حتى لو إذا لم تقوم الحكومة بطرح الموازنة قبل المهلة الدستورية المحددة تلقائيا الأمور سوف تذهب نحو الانتخابات حتى لو طرحت المهل الدستورية حتى لو طرحت الموازنة على الكنيسة ولم تستطيع الكنيسة الإقرارها حتى نهاية شهر أذار يتم تلقائيا حل الكنيسة والذهب نحو الانتخابات مبكرة دكتور عباس الانتخابات المبكرة مصلحة من؟ الآن إذا حدث هذا السيناريو وهو المرجح من هي الأطراف التي من مصلحتها أن تجرى هذه الانتخابات في هذا الوقت؟ إذا أردنا أن نحكم على المواقف التي تطلق وعلى استطلاعات الرأي التي تصدر في إسرائيل يمكن قول ما يلي أن الأحزاب المشكل المكونة لإتلاف الحكومية الآن لسيما الحزبين الكبيرين شاس وإسرائيل بيتنا يعلنان صراحة أنهما غير معنيين الآن بالذهب نحو الانتخابات المبكرة وهذا واضح ولكنهم في الوقت عينه معنيين أيضا بأن يحقق أكبر قدر ممكن من إنصاح التعبير يعني المكاسب للشرائح السكنية التي تصوت لهم أما إذا أردنا أن نحكم على استطلاعات الرأي استطلاعات الرأي آخر استطلاع رأي نشرة في إسرائيل قبل يومين يشير بأنه لو جرت الانتخابات الآن فإن اللي كود سوف يكون الحزب الأكبر ويحقق نحو 28 مقعدا في الكنيسة بينما سيكون الحزب الثاني هو حزب العمل سوف يحقق أو ينال نحو 20 مقعدا هذا يعني أن اللي كود مصلحة الآن ولحزب العمل مصلحة الآن ولكن إذا أردنا أن نأخذ العدد الإجمالي لكتلة اليمين الديني التي تضم الأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية مقابل أحزاب الوسط واليسار فإستطلاعات الرأي تشير إلى 66 لصالح كتلة اليمين والمتدينين هذا يعني أن هذه الكتلة هي التي يمكنها أن تحصن الانتخابات وأن تشكل الحكومة طيب يعني في وجه هذه السيطرة إذا صح التعبير لليكود أيضا كديمة يعول كثيرا على رئيسه السابق إيهود أولمرت يعني بناء على ما صدر من نتائج التهم التي كان متهما بها يقال بأنه عندما يتم حل موضوع القضاء من الممكن أن يعود إيهود أولمرت إلى الحياة السياسية ماذا يحدث في هذا الإطار؟ ما هو الجدل الآن؟ أولا كديمة وفق الإصلاعات الرأي فهو حزب يحتضر يعني الآن آخر نتائج تشير لأنه كديمة الذي لديه الآن 28 مقعدا في الكنيسة في حال جلالة الانتخابات الآن أقل من 10 مقعد وبالتالي هذا تراجع دراماتيكي جدا وسلبي جدا من نسبة لحزب كديمة لذلك صمت من يرى أن عودة أولمرت إلى الحياة السياسية ممكن أن تشكل طوق النجاة لحزب كديمة إذا أران أن يخوض الانتخابات مجددا وهذا دونه طبعا مجموعة من العقابات لها علاقة أيضا بالتنافس يمكن أن يحصل هل رئيس الحال لكديمة شؤون المفاز ما هو موقفه ولكن المواقف والتصريحات التي صدرت عن كثير من أضاء الكنيسة من كديمة يعلنوا بأن عودة أولمرت إلى الحياة السياسية هي مفيدة لهم وسوف يدعمونه بكل ما رحبوا بها ما هو المسار القضائي الآن مع أولمرت ماذا سيحدث معه ما حصل أن قبل أيام صدر حكم أصدرت محكمة المركزية في القدس حكمها في قضية ما يعرف بمركز الإستثمارات التي كان يحاكم فيها أولمرت هذا الحكم الذي صدر وفق الصيغة التي صدر فيها فرض على أولمرت السجن معقف التنفيذ مدة عام وغرامة مالية هذا الحكم طبعا متهمة بخيانة الأمانة هذا الحكم يتيح له ولا يمنعه من المشاركة المشاركة مجددا في الانتخابات للكنيسة لذلك أعتبر أن هذا الحكم قد عبدت طريق مجددا أمام أولمرت للعودة للحياة السياسية وهنا جرى نوع من الربط بين عودة أولمرت والحكم الذي صدر بحق أولمرت وإمكانية عودته إلى الحياة السياسية وبين إمكانية سعي نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات الرابط ناجم من أن نتنياهو يعتقد الآن والجميع في إسرائيل يعتقد بأنه من بين كل المرشحين لمنافسة نتنياهو لا يوجد هناك منافس جدي لنتنياهو غير أولمرت غير أولمرت السبب الرئيسي هو أن معظم المرشحين لا خبرة لديهم أو لا شعبية لديهم وإذا أردنا أن نتحدث مثلا عن زعيمة حزب العمل شيلي يحيموفيتش التي حزبه هنا العشرين مقعد لا خبرة لها سابقة لا في موقع حكومي ولا في رئاسة حكومة ولم تشغل مناصب ممكن أن تسقل خبرتها لذلك نتنياهو هو المرشح الأوفر حظا لكن في حال عادة أولمرت أولمرت هو سياسي مخضرم ولديه خبرة كرئيس حكومة يمكن أن يشكل نوع من الاستقطاب من جهة نوع من التحدي لزعامة نتنياهو وفرصته ومن جهة ثانية ممكن أن يستقطب حوله كل معسكر الوسط واليسار من أجل تشكيل قوة حقيقية في مواجهة الليكو بما أنك تتحدث عن معسكر الوسط واليسار هناك أيضا من يسعى إلى أن يجتذب أصوات الوسط ويغير لربما يكسب في الانتخابات وهو إيهود باراك وزير الأمن الحالي باراك يطرح خطته الانسحاب الأحدى من الضفة الغربية ويثير ضجة في إسرائيل يفسرها البعض بأنه يحاول بالفعل أن يشتم رائحة انتخابات مبكرة لذلك هو يريد أن يقدم أوراق اعتماده للناخب ماذا قال باراك ولماذا كل هذه الضجة حول الخطة التي طرحها؟ ما حصل هو أن وزير الأمن يهود باراك عاد طرح تصوره لكيفية الحل مع الفلسطينيين تحديدا في الضفة الغربية وتصوره قائم على مبدأ إمكانية الانسحاب من الضفة الغربية حتى بشكل أحادي الجانب بدون موافقة منظمة تحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية كما حصل في غزة وفق عناصر معينة تتيح نحو الاحتفاظ من نحو 90% من المستوطنات الإسرائيلية تحت السيطرة الإسرائيلية هذه الطرح التي تقدم باراك أصار مجموعة من التساؤلات لسيما لجهة التوقيت مع الإشارة أن خطة باراك هي خطة سبق له أن طرحها في الصابق عندما كان رئيسا للحكومة ولم نسمع بها اقتوال فترته في حكومة السنوات الماضية عندما كان وزير الله من ذلك توقيت طرحها إضافة إلى مجموعة من الخطوات التي قام بها إيهود باراك في الفترة الأخيرة للتمايز ويميز نفسه عن نتنياهو اعتبرت بأنها تشكل نوع من إعادة التموض على الخارطة السياسية في إسرائيل في وسط الخارطة بعد أن أيقن بأن لا مكان له وعلى قوائم حزب اللوكود في المستقبلا وأن لا مكان له في الخارطة السياسية في اليمين لذلك هناك الحديث يدور عن أنه يموضع نفسه على يسار حزب اللوكود وعلى يمين كديمة والعمل في الوصف هل سيكسبوا هذا التموضوع هذه الإعداد التموضوع يعني اليسار عفوا اليمين متطرف ضد الخطة بشكل مطلق وهم يشكلون شريحتان كبيرة من الناخبين هو بالكاد يعني رغم كل مساعيه بالكاد أن يتجاوز مع حزبه عدس مؤوت نسبة الحسم يعني بالكاد أن يتمكن من الدخول في حال جرد الانتخابات الدخول إلى الكنيسة الإصلاعات السابقة كانت تشير لأنه لن يتجاوز نسبة الحسم الآن هناك إمكانية أن يتجاوز نسبة الحسم بصعوبة بشق الأنفذ كما يقال لذلك هذا لم يجعله زعيما منافسا لنتنياه ولكنه قد يدمن له مقعدا في الكنيسة في الانتخابات المقبلة دكتور عباس أيضا بما أنك تحدثت عن زعيمة حزب العمل أيضا حزب العمل يحضر نفسه لذي الانتخابات كيف يحضر نفسه ما هي أبرز المواقف ولماذا شهدنا هذا الصعود من جديد لحزب العمل حزب العمل بعد انشقاق براك عنه كثير وتشكيله هذا كثيرون توقعوا بأنه أصبح جثة سياسية لم يتبقى سوى دفن الذي حصل هو أن دائما هناك مفاجآت في الأحزاب الإسرائيل الذي حصل أن حزب العمل قام من بين الأنقاذ وكما يقال وهو يستعيد أنفاسه كما أشرنا قبل قليل استعاد الرأي تشير لأنه في حال جرد انتخابات الآن سوف ينال عشرين مقعدا وهذا يجعله الحزب الثاني وهذا طبعا إنجاز كبير لحزب العمل ولزعيمته تحديدا شيلي يحيموفيتش يحيموفيتش تركز أساسا في كل حملتها ومساعدة الانتخابية على الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية وتعتبرها الورقة الرابحة لها شعبيا هذا من جهة لأنه يعني يدغدغ مشاعر الجمهور الإسرائيلي خاصة في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ولكنه من جهة ثانية يغطي على النقص الكبير والفادح عند شيلي يحيموفيتش في خبرتها السياسية من جهة ويجنبها إعطاء مواقف سياسية من كل القضايا الحساسة المطروحة لذلك نحن لا نسمع لشيلي يحيموفيتش مواقف لها علاقة بالقضايا السياسية الكبيرة ونلاحظ تركيزها أكثر على الأمور الاجتماعية والاقتصادية خلاف ما يريده أو يفعله الليكودة الآن الذي يسعى إلى خوض انتخابات المقبلة على أجندة سياسية أمنية وليس على أجندة اجتماعية أقتصادية دكتور عباس يقال بأنه ممكن أن يتفق حزب العمل أيضا مع حزب يائير لبيد هل هذا السيناريو مطروح؟ يعني كل المفاجآت ممكنة ولكن الآن هناك كلام كثير أنه يمكن في تسيبي لبني أن تشكل حزبا تعود إلى الحياة السياسية ممكن في حال وتنصك مع الجهات الأخرى ممكن في حال عادة أولمرت إلى الحياة السياسية أن يستقطب خاصة كديمة من جهة ويائير لبيد الذي تربطه فيها علاقة وثيقة من جهة ثانية ولكن الحديث أن حزب العمل وحزب كديمة أن يتحدى الآن هذا غير مطروح المطروح أنه ممكن بعد الانتخابات تتفق مجموعة من أحزاب الوسط واليسار على تشكيل كتلة واحدة بما يؤمن لها عدد كبير من أعضاء الكنيسة يعني يتيح لرئيس الدولة في إسرائيل أن يكلف هذه الكتلة أو رئيسها في حال تفقوا عليه طبعا في تشكيل الحكومة المقبلة دكتور عباسة تبقى معنا وسنتحدث بعد قليل في المحور الإقليمي عن الموضوع كنت تتحدث من قليل عن اليكود وعلى أي أساس يخضون انتخابات وهو من الموضوع الأساسية في إسرائيل الآن هو الخطر النووي الإيراني مشاهدين الخطر النووي الإيراني كان الحاضر الأقوى أيضا في الأمم المتحدة هذا الأسبوع تابعونا بعد قليل أهلا بكم من جديد مشاهدنا إلى خلف الجدار كان الملف النووي الإيراني نجم الخطابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي كلمات عكست التجاذبات التي تدور حول هذا الملف والاختلافات الدولية حول مقاربته عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ سامي نادر وهو أستاذ في العلاقات الدولية أهلا بك لكن قبل النقاش أستثمي ودكتور أعباس اطلال على ما شهده منبر الأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأمم المتحدة والذي غابت عن صفحاته الخطوط الحمراء للمشروع النووي الإيراني شكل خيبة أمل أولى للإسرائيليين ازدادت مرارتها بعد رفض أوباما لقاء رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو على هامش اجتماعات جمعيات العامة للأمم المتحدة خيبة الأمل الثانية أتت من الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاب الذي حملت كلمته المعتدلة نسبيا مفاجأة للإسرائيليين بعد أن كانوا يتوقعون منه هجوما كلاميا من الوزن الثقيل الرد الإسرائيلي على كلمتي صديق الأمريكي والعدو الإيراني جاء سريعا على لسان نتنياهو في خطاب صحة تسميته بخطاب القطوط الحمر مواجها رسائله ليس إلى أوباما حصراً بل إلى رأي العام الأمريكي أيضاً بكل ما يتعلق بشأن إيراني نتنياهو الذي أسقط كل الخيارات البديلة الديبلوماسية والاقتصادية ضرب موعداً جديداً للمواجهة العسكرية مع إيران قبل الصيف المقبل موعد يراه كثير من المراقبين تهيئة للظروف الملائمة ليس لهجوم إسرائيلي محتمل فحسب بل لمعركة الانتخابات المبكرة التي ستوصف في إسرائيل بأنها الأكثر مصيرية في تاريخها أستاذ سامي بعد هذه الخطابات السلاث ما التغيير الذي طرأ على مقاربة الملف النووي الإيراني وما الخلاصة التي يمكن استنتاجه بالكلمة المفصل لأدراد نتنياهو أنه يتوصل إلى هي مصطلح الخط الأحمر وهذا لم يلقيه عليه يعني لا وتحديداً الرئيس الأمريكي وهو وضع استحقاق الاستحقاق هو على أيار المقبل يعني عند نهاية المرحلة ما يسمى بالمرحلة الثانية يعني تخصيب اليورانيوم بالميديوم لفل قبل الولوج إلى المرحلة الثالثة وهي المرحلة الآن كان تصف هذا الخطاب يعني لما ألقى عرض هذه الرسمة الرسمة القنبلة ورسم الخط الأحمر وحاول أن يجر الأمريكيين تحديداً إلى اعتماد هذا مصطلح الخط الأحمر يعني الكلام والتحذير ووضع الخطوط والمعايير بشكل يردع إيران عن هذا الملف النووي سنتحدث لماذا لم يصل إلى هذا الهدف نتنياهو لم يصل ولا من قبل إباما ولا من قبل المرشح الرئاسي مترومي مترومي صحيح في تصريحه دكتور عباس قطاب نتنياهو لقى ردود فعل كثيرة في داخل إسرائيل كيف كان تلقي الجمهور الإسرائيلي وأيضا وسائل الإعلام والقوى السياسية لهذا الخطاب خطاب نتنياهو وصف بإسرائيل بأنه خطاب الخطوط الحمراء وأيضا وصف بأنه خطاب القنبلة خطاب الخطوط الحمراء نسبة إلى أن نتنياهو هذه المرة الأولى في طوال الحديث عن المشكلة الإيرانية التي يتحدث فيها صراحة عن الخط الأحمر بالتحديد والذي يتحدث فيه أيضا عن الخط الأحمر زمنيا يعني هو تحدث عن الخط الأحمر زمنيا وتحدث عن الخط الأحمر فنيا أو عمليا لذلك وصف خطاب الخطوط الحمراء ووصف بخطاب القنبلة نجرا إلى القنبلة الصورة التي وصفها البعض في إسرائيل بأنها صورة صبيانية وعرضت على أمام الجميع رد الفعل في إسرائيل لم يأتي بعيدا عن حالة الاستقطاب السياسي الموجودة في إسرائيل ولم تأتي مجرد من الاعتبارات السياسية لذلك رأينا أن الأعضاء مثلا اليمين الإسرائيلي بشكل عام وأعضاء الليكود رحبوا بخطاب نتنياهو بينما وجهت إليه الكثير من الانتقادات لا فيما من زعيم حزب كديمة شعور المفاذ ومن أيضا زعيمة حزب العمل شيلية حيموفيتش والانتقادات تركزت على أن ما عرضه نتنياهو لا يشكل خارطة طريق كفيلة وتتيح فعلا وقف المشروع النووي الإيراني وأن هذا الأمر لا يتم عبر الخطوط الحمراء إنما المعلنة إنما يتم بالتنصيك مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الإدارة الأمريكية وفي الغرف المغلقة قبل أن ندخل أكثر في تفاصيل هذا الخطاب الشكل كيف تراه أستاذ سامي أن يحمل حكومة رئيس وزراء هذا الرسم ويضع الخطوط على أمام جمعية الأمم هذا نوع من الاستعراض هل هذا مقنع من نسبة للجمهور؟ هذا مقنع هذا يعجب بعض المشاهدين لسيما في أمريكا وفي أمريكا العميقة ويبدو أنه هناك كان فريق من المستشارين أشار أو أنه استشاره نتنياهو وعرض عليه هذه الفكرة ولكن بفتكر هو كمان يأتي من ثقافة أمريكية وتربية أمريكية وبيعرف أنه مسألة من هذا النوع تؤثر لدى الأمريكيين وفعلا هذا النوع من الاستعراضات يؤثر لدى الأمريكيين هلأ ما عنده وقع عند الفئة المتعلمة التي تشوف فيها أسلوب صبياني أو أسلوب هزلة هذا تحديدا التعبير الذي استعملته الصحافة الأمريكية في وصفها ولكن هو نقطة بفتكر هو الذي أراد أن يشير له نقطة تباين كبيرة بين الأمريكيين وبين الإسرائيليين الإسرائيليين بشكل عام بيعتبروا أنه مسألة التخصيب هذا هو المفصل بينما هناك أمريكيين ومدرسة عسكرية تقول أنه حتى لو إيران قدرت تتمكن من التخصيب العالي ما إيران لم تتمكن من صناعة الرؤوس النووية أو ما يسمى بالفيوز يعني يعني بتكون بعد ما بلغه الخط الأحمر وأفتكر هون أراد من خلال هذا الخطاب وهو الخطاب التالت أمام الأمم المتحدة وفي كل خطاب كان عطول يركز على هذا الموضوع أراد أنه تباين مسألة التخصيب على أنه هي الخط الأحمر وليس مسألة الرؤوس النووية الحاملة لهذه المواد المتفشرة وجرب يجر من خلالها الرسمي وغير هذه الرسمي الرأي العالم صوب موقفه في الموضوع الأمريكي تحديدا في الموضوع العلاقة مع الولايات المتحدة يعني كانت لاجتة مخففة لأنه هو يجتز كل الخطوط الحمر مع أوباما وأدرك كما الوسط الإسرائيلي والطبقة السياسية كما أشار الزميل أنه ما أدروا أنه يلاقوا نتنياهو بهذه المواجهة المفتوحة لتخطط كل أصول اللياقة بين دولة محمية من قبل أمريكا ووضعت على المحاق علاقة إسرائيل استراتيجية كيف سيؤثر هذا الخطاب في الأمم المتحدة على علاقة نتنياهو أوباما تحديدا خصوصا أنه تم الحديث عن مكالمة هاتفية جرى فيها بينهم ولم يحصل لقاء الكيميا غير موجودة بين الرجلين ونذكر كلنا الحادثة مع الرئيس الفرنسي ساركوزي واضح أنه الرجلين لا يوجد كيميا بين بعض نقول ما يحبوا بعض وأنه هذا يتوقف على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية هلأ إذا أتى رومني أكيد في عملية تصحيح للعلاقات بين الإسرائيليين والأمريكيين أما إذا استمر أوباما في ولاية تانية أنا أعتقد أنه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إذا حتعيش مخاضة كبيرة وهذا يعني كان متوقع أن يدعم أيضا رومني في خطابه أو يشير ربما إلى ودعم رومني ودعم رومني وتميدى وانتقد من قبل الوسط الإسرائيلي الآن خلال زيارته للولايات المتحدة لكنه متوقع أن يدعم رومني يعني أن يكون هناك إشارة ربما إلى دعمه للمرشح الجمهوري على حساب الديمقراطي ولكنه لم يذهب إلى هذا الخيار ورومني لم يلاقي حتى مسألة الخطوط الحمر لأن هذه المسألة لا يوافق عليها الاستبلشمنت العسكري الأمريكي سأفصل في هذا الموضوع ولكن اسمحني أن أعود إلى موضوع الضربة الإيرانية التي على ما يبدو دكتور عباس أنها تأجلت وكان هناك انتقاد كبير في إسرائيل لموضوع الفترة الزمنية أنه لم نفهم قلنا في الصيف ستصبح إيران دولة نووية والآن تأجلت إلى الصيف المقبل وربما الربيع هذا الجدل كيف كان تفصيله في إسرائيل؟ نعم هو الانتقاد أو المأخذ الأكبر الذي يؤخذ على نتنيوه في سيفين وخص الفترة الزمنية لخطوط الحمراء هو أنه تم تهيئة الرأي العام الإسرائيلي طوال العام الماضي وأيضا معه الرأي العام العالمي بأن نافذة الفرص النووية الإيراني قابلة على القادم على الانغلاق وابتدع هناك مصطلح ابتدعه وزير الأمن أهد بارك اسمه مصطلح منطقة الحصانة بمعنى أن إيران تذهب نحو منطقة الحصانة وأن هذه منطقة الحصانة سوف تنتهي في هذه الأشهر وأنه إذا لم تبادر إسرائيل العمل أو الأمريكيين فأن إيران سوف تتجاوز الخطوط الحمراء ومن هنا برزت الخشية الكبيرة من إمكانية أن تقدم إسرائيل على عمل عسكر ضد إيران قبل فترة الانتخابات الأمريكية تحت شعار منطقة الحصانة الآن نحن أمام نتنياهو يقول وهذا سبق أن قاله قبل أيام أو أسبوع تحديدا مع الوثير الإعلام الأمريكية بأن نحن لا إيران الخط الأحمر تحدد زمنيا بأنه فترة يعني مطلع الصيف القادم 2013 على أبعد تقدير هذا يعني أن أمام إيران وأمام المجتمع الدولي فترة زمنيا أخرى تتجاوز الانتخابات فترة الانتخابات الأمريكية من أجل اللجوء إلى الخيارات بديلة ضد ضد إيران وهذا فسره كثيرون بأنه إشارة من نتنياهو لأن إسرائيل لن تقدم على أي عمل عسكري ضد إيران قبل الانتخابات الأمريكية مع إشارة لأنه يعني من التبسيط يعني أنه نعتقد بأنه موضوع أنه هجوم إسرائيل على إيران وفقط له علاقة بمسألة زمنية قبل الانتخابات هناك انتبارات أخرى أيضا كثيرة وهناك يعني بعض يقول بأنه ربما يكون مناورة من قبل نتنياهو يعني الأمر غير مصدق بشكل كامل بقي لدينا القليل من الوقت هناك إشارة الخطوط الحمراء والسؤال الأبرز لماذا الولايات المتحدة لا تلاقي إسرائيل في مسألة وضع الخطوط الحمراء الأول شيء في موضوع أنه كيف بكل طرف يلتمس الخطر الأمريكيين أنه يلتمسون أو يتحسسون الخطر من النوع الإيراني ليس كخطر وجودي كما تقول الإسرائيل أو كما تزع هذا خطر استراتيجي ولكن أهم من هذا الكلام كله الأمريكيين كمان عم بيعملوا نوع من التقدير لضربة من هالنوع لأنه حسب كل الخبراء حتى ضربة أمريكية إسرائيلية ناشحة لن توقف مسألة تخصيب الأورانيوم ولن يمكن إلا أن تؤخر بضع سنوات اليوم مسألة تطوير النووي الإيراني فكل هالخضة وكل هالضربة العسكرية مع كل ما تكمن من مخاطر من وجهة نظر أمريكية من وجهة نظر أمريكية ممكن إلا تأخر مشان هاي كان اللي قرأ بالتفاصيل خطابنا نتنياهو جرب أنه ينقض الفكر الأمريكي أنه لا يمكن احتواء هذا الخطر هو قال سياسة الاحتواء غير مقبولة لأنه في عمق بعض السراتيجيين العسكريين الأمريكيين أنه هذا خطر يمكن احتواءه كما تمكن من احتواء أخطار نووية تانية وهلأ الحليف الباكستاني يعني كمان فقدوا السيطرة عليه حتى لو سلمنا جدلا أنه إيران سوف تتمكن من النووي العسكري هناك مدرسة كلاسيكية لدى الأمريكيين تقول أنه يمكن احتواء هذا الخطر بطرق عبر العقوبات ربما عبر العقوبات عبر التوازن السراتيجي وهو شدد والمقارنة بين القاعدة وبين الفئة الحاكم من إيران والمنطق الانتحاري يعني هذه كانت نقطة التركيز حتى يقول للأمريكيين وللرأي العام أنه منطق الاحتواء منطق الردع هون لا يقوم مميز كيف كان ممكن الردع بين الأمريكيين والسوفيات اليوم المعادلة تختلف لأنه منطق الردع ما عاد ماشي مع قيادات من هذا النوع أستاذ سامي نادر أستاذ في العلاقات دولية شكرا على حضورك معنا ومشاركتك في خلف الجدار وأيضا دكتور عباس إسمايل المختص في الشؤون الإسرائيلية شكرا لك مشاهدينا بعد قليل نتحدث عن الشرطة الإسرائيلية تقتل وما من يحاسب تابعونا أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى خلف الجدار 13 عربيا قتلتهم إسرائيل عام 2000 كل الدلائل تشير إلى طورتها وعدم وجود مبارر لهذا القتل إنما مرتكبوا الجريمة مازالوا حتى اليوم أحرارا عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الناصرة أستاذ رمزي حكيم الصحفي والمحلل السياسي أهلا بك ولكن قبل الحوار أستاذ رمزي والمشاهدين ننتقل لنشاهد معكم تعليقات لعائلات الضحايا حول هذه المأساة أعدت لنا هذا التقرير زميلتنا هناء محمد أصل 12 سنة بس بالقلب كأنه عايش معنا كيف ما تحركت كيف ما مشيت هي أنا بقلب الدار كيف ما هذا الله يرضى عليك بحمد الله يرحمك بحمد يوم فخور كثير كثير في استشهاده صحيح أنه عمل غصة في القلب أما وين ما رحنا وين ما رحنا بشرفنا والحمد لله كان عربي والعربي دائما بظل حر والعربي يظل عنده كرامة استشهاد أبنائنا هم استشهاد مقدس فمن هذا الباب نود أن نكون للجنة المتابعة أن توعي جماهيرنا العربية وتوصل رسالة أن هذا الحدث لا تنازل عنه بكف أن هن يقتلونه عشان يخوفونا هنعملوا هذا لأنه هاي تسكير تمام يعني اللي برفع راسه على راسه بوخد كان بودنا أنه يكون فيه أكثر من الجماهير العربية من القيادات العربية أنه تلتزم بهذا اليوم من شان يكون رادع لدولة إسرائيل والحكومة الإسرائيلية حتى برقوهم كاعدين في الجيش برقوهم مش بيحاكموهم لأنه اللي انكتل يهود بإيد عربية صاروا مصلين مصلينوا إعدام لو فيه يعني إعدام بهذه الدولة بس إحنا حك إبني أنا اللي بوجعني إنه الكاتر الإبني بعده حر طليق تعرفوش أنا هو تحس إنه محادة مصرش إشي يعني لا أخذنا حكهن ولم نقدر نوخد بطارهن يعني في الشيش نسوي يعني واقفين لا حول ولا قوة ومنطلع منتذكر منتوجع مننحرك منجوه إنه محادة قدر يعملنا إذن بعد هذه اللقطات المؤثرة والكلمات المؤثرة لعائلات الضحايا وأيضا بعد النقاط الحساسة التي استمعنا إليها أستاذ رمزي قبل أن نفصل في هذه المواضيع دعنا نعود إلى هذه اللحظة إلى عام 2000 ماذا حدث تحديدا في أراضي 48 وكيف تم قتل هؤلاء الشبان الفلسطينيين يعني كل هبة أكتوبر أو هبة الكدس والأقصى جاءت على خلفية الزيارة الاستفزازية التي قام بها في حينه رجل المعارضة وكان في المعارضة أريئيل شارون الذي أصبح فيما بعد رئيسا للحكومة الإسرائيلية ولكن دعيني أقول أن الزيارة ليست هي السبب إنما السبب هو حالة راكمية أدت في نهاية الأمر إلى الانفجار داخل العربي الفلسطيني في الداخل بأي معنى نحن نعاني من سياسة تمييز نحن نعاني من سياسة اضطهاد نحن نعاني من سياسة تريد شطب العربي وخنق العربي ومحاصرة العربي هذه الوضعية أدت في نهاية الأمر إلى هذا الانفجار الذي جرى في أكتوبر 2000 هذه الحادثة التي راح ضحيتها إذن من بيرصاص الشرطة الإسرائيلية راح ضحيتها 13 فلسطينيين بعد ضغط كبير تم تشكيل لجنة عرفت بلجنة أور هذه اللجنة برأيك ما أهم الخلاصات التي توصلت إليها وماذا أخذت منها إسرائيل وطبقت دعيني أعود قليلا إلى الوراء أيضا وهذا استمرارا لسؤالك السابق إسرائيل تعاملت مع العربي في الداخل في عام 2000 أو في هبة أكتوبر 2000 من خلال فوهة بندكية بأي معنى أنها تعاملت مع الفلسطيني في الداخل على أنه عدو وليس كمواطن يعيش في هذه البلاد أو في ما يسمى في دولة إسرائيل نحن كما هو معلوم أصحاب البلاد الأصليين ولكن إسرائيل أتت إلينا عام 48 وحافظنا على بقائنا من خلال هذه المواطنة إسرائيل تعاملت معنا كعدو هي لم تفرق ما بين المواطن العربي الفلسطيني في الداخل ومن بين الفلسطيني مثلا في الشتات أو في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ولذلك هي تعاملت من خلال فوهة البندكية وواجهت الفلسطيني في الرصاص وفي القتل وهذا هو الحالة الإسرائيلية هذه الحالة لم تتغير ما زال الفلسطيني في الداخل هو العدو بالنسبة إلى إسرائيل وهذا ما يجب أن يجري تسليط الضوء عليه أن إسرائيل لا تريد لهذا الفلسطيني أن يبقى في هذا الوطن ولذلك هناك دعوات للترانسفير مثلا بحق هذا الفلسطيني في الداخل إذن هذه النقطة أيضا تحدثت عنها لجنة أور وأوسط بأن يتم التحقيق فعلا في هذه القضية وبأن مقتل هؤلاء الفلسطينيين لم يكن لديه مبرر هذا بحسب ما قالت بها لجنة لماذا برأيك الشرطة الإسرائيلية لم تحاسب؟ لماذا إسرائيل تقاعصت عن المحاسب؟ هل هذا يأتي ضمن الإطار الذي ذكرته يعني محاولة إقصاء العرب ومحاولة تهميجهم ومحاولة إرحاق الظلم أكثر بهم؟ يعني توصيات اللجنة في نهاية الأمر هي لجنة رسمية وهي أيضا تأتي ضمن السياق العام داخل المؤسسة الإسرائيلية صحيحا هي وجهت هنا أو هناك بعض الانتقادات ولكن هي لم تجرم المجرم الحقيقي المجرم الحقيقي ليس فقط الذي ضغط على الزناد إنما المجرم الحقيقي هو صاحب هذه السياسة هو من كان يجلس في الحكومة الإسرائيلية الذي أعطى الضوء الأخضر لمثل هذه الجرائم ولجنة أور تحدثت عن هذا الأمر لكن لجنة أور في نهاية الأمر لم تفعل شيئا بأي معنى هي أعطت بعض التوصيات توصيات كأنه كان استخدام زائد في إطلاق الرصاص التغيير في بعض قيادة الشرطة في حينه انتقادات وجهت هنا وانتقادات وجهت هناك انتقادات إلى المسؤولين في الحكومة الإسرائيل ولكن في نهاية الأمر لم تتعلم إسرائيل العبرة مما جرى وهي ما زالت تواصل نفس السياسة إسرائيل تتعامل مع العربي في الداخل كما قلت من خلال فوهة مندقية ومن خلال حالة صدام إسرائيل تختلقها إسرائيل تفتعلها إسرائيل تريد لها أن تسيطر أن تبقى لأنها من مصلحتها أن لا يجري مثل هذا التفاهم داخل المجتمع الإسرائيلي لمواجهة المجتمع الإسرائيلي بالأسئلة الصعبة وهناك أسئلة كثيرة صعبة يجب مواجهة المجتمع الإسرائيلي بها هي في نهاية الأمر تتعلق بوجود العربي بصاحب البلاد الأصلي وهو العربي إسرائيل لا تريد أن تتواجه مع هذه الأسئلة لذلك هي تصدر أزمتها تصدر مأزكها إلى مواضيع تفتعلها تختلقها ضد العربي وبالتالي هي تحاول أن توحد المجتمع العبري وتعب هذا المجتمع ضد العربي لإقصائه والتعامل معه بشكل عدائي وبناء على ما تتفضل به أستاذ رمزي نشاهد الفرق في التعاطي مع العربي الفلسطيني فلسطيني 48 وأيضا مع اليهود عندما يتحركون يعني عند الحريديم عندما ينزلون إلى الشارع كيف يكون تعاطي الأجهزة الأمنية معهم وهذا أيضا ما يعمق هذه العنصرية في داخل إسرائيل يعني حدثنا عن هذا الفرق في التعاطي عندما يحتاج اليهود وعندما يحتاج العربي صحيح هذا ليس فقط في عملية تظاهر أو في عملية حق شرعي يكون به الفلسطيني التظاهر أصلا هو حق شرعي ونحن كمواطنين في هذا الكيان لنا الحق الكامل في التظاهر وأن نعبر عن رأينا كما نريد وكما نشاء ضمن حدود الخصوصية التي يتمتع بها الفلسطيني في الداخل ونحن نعرف جيدا ما هي الخصوصية التي نتمتع بها لكن دعيني أقول إذا كان المتظاهر من الحرديم اليهود أو أي شخص آخر من اليهود لا يجري التعامل معه من خلال إطلاق الرصاص من خلال هذه السهولة في الضغط على الزناد لأنهم هناك يتعاملون بشكل آخر بينما العربي وعلى خلفية هذه التعبئة داخل المجتمع الإسرائيلي ضد العربي هي كما قلت تعبئة تراكمية هي لم تأتي عام 2000 فقط هي نتيجة تراكمات على سنوات طويلة اعتبرت أن العربي خطر أمني وخطر استراتيجي على إسرائيل وطبعا كل خطر يجب اقتلاعه ويجب تفكيكه وأن العرب في الداخل هم كنبلة موقوطة إذن هذه الخلفية هذه الذهنية العقلية الإسرائيلية معبئة ضد هذا العربي لذلك كان من السهولة على الجندي وعلى الشرطي وعلى قائد الشرطة وحتى على الحكومة في حينه أن تطلق الرصاص على العربي دون أن تفكر بمعنى ماذا سيتسبب إطلاق مثل هذا الرصاص على العربي وهو أيضا نقطة المهمة أنه غياب آلية المحاسبة هذا ما يشجع أكثر على هذه الأفعال برأيك هذه القضية أستاذ رمزي لماذا لم تسلك الطريق القضاء الطبيعي وما هو مستقبل هذا الظلم الذي يلحق بالفلسطينيين في أراضي 48 وهذه الحرقة القلب والتي شهدناها في التقرير الأهالي الشهداء يتحدثون عن غياب المحاسبة ليس هناك ما يبرد قلوبهم خسروا أبنائهم وأيضا الذي قام بهذه الفعلة هو حر طليق صحيح هو ليس فقط حرا طليقا إنما يفعل ما يشاء وحتى يتقدم إلى وظائف وإلى مراكز وإلى قد يترشح إلى الكنيسة الإسرائيلية إذن إسرائيل لم تحاسب لم ترد أن تحاسب أحدا وهذه ليس بالأمر الجديد حتى في أيام مذبحة صبرة وشتيلة إسرائيل لم تحاسب المجرمين والمجرم الأول في حين كان رئيل شارون في مذبحة ومجزرة صبرة وشتيلة ورأينا أين أصبح أين صار صار رئيسا لهذه الحكومة لهذه الدولة رئيس حكومة إسرائيل الذي شارك في هذه المذبح إذن إسرائيل دائما تتعامل مع العرب بعقلية أخرى بعقلية تشيع حالة من التساهل مع التعامل بعدائية مع العربي وكأن العربي هو مجرد رقم حتى عندما نتحدث عن الأسرار الفلسطينيين ماذا يقولون لنا؟ هناك ألف هناك خمسمية هناك ألفين إذن نحن في نهاية الأمر بالنسبة إلى العقليتهم نحن مجرد أرقام وليس ناس أشخاص لهم مشاعرهم لهم أحسيسهم لهم وضعيتهم مثلهم مثل أي بني البشر الأخرين هم يتعاملون معنا تعامل الأبيض مكابل الأسود هم الأبيض هم الرجل الأبيض الرجل العكلاني الحضاري وما إلى ذلك ونحن كأننا ناجئنا من حضارة أخرى هذه العقلية الإسرائيلية هي التي تقود في نهاية الأمر إلى التعامل مع العربي بهذا الشكل وإلى عدم المحاسبة وإلى عدم تكديم من قاموا مثل هذه الجرائم إلى المحاكمة نعم أستاذ رمزي حكيم مع هذا الواقع فعلا وهذا الوصف لهذا الواقع الصعب والمؤسف نصل إلى ختام هذا الحوار معك وختام هذه الفقرة أستاذ رمزي حكيم الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من الناصرة شكرا على مشاركتك في خلف الجدار مشاهدينا دائما في ختام خلف الجدار نتعرف على شخصية إسرائيلية اليوم نختم الحلقة مع وزير الأمن الإسرائيلي هود باراك الذي تحدثنا عن خطته للانسحاب من الضفة الغربية تبوأ مناصب عديدة من رئيس للحكومة إلى وزير خارجية إلى وزير داخلية ووزير أمن في عهد حصلت أحداث أكتوبر التي تحدثنا عنها الآن والتي أودت بحياة هؤلاء الفلسطينيين على يد الشرطة الإسرائيلية وفي عهده أيضا هزمت إسرائيل وانسحبت من لبنان عام 2000 يهود باراك في هذا الشريط السريع ولد في كيوبيتش مشمار هاشارون التحق بالجيش الإسرائيلي خدم قائدا لمجموعة استطلاع في عدوان عام 67 حصل على إجازة في الرياضيات والفيزياء من الجامعة العبرية في القدس قاد عملية اغتيال ثلاثة من كبار قادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وهم محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر عين رئيسا لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورقيا إلى رتبة لواء عين رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية عين قائدا للمنطقة الوسطى تولى مهام منصب رئيس الأركان الرابع عشر في الجيش الإسرائيلي تسرح من الجيش ونجح إسحاق رابين في جذبه إلى حزب العمل دخل الحكومة كوزير للداخلية ثم عين وزيرا للخارجية اندخب عضوا في الكنيسة اختير رئيسا لحزب العمل اندخب رئيسا للوزراء واحتفظ بحقيبة وزارة الأمن خسر في الانتخابات أمام أريال شارون وخرج مؤقتا من الحياة السياسية عاد إلى رئاسة حزب العمل وتولى حقيبة الأمن في حكومة إيهود أولمرت تولى حقيبة الأمن في حكومة بنيامين نتنياهو انشق عن حزب العمل وأسس حزب عاتسماوت أبرز المهام التي شارك فيها أو أشرف عليها قتل المناضلة الفلسطينية دلال المغربي التفاوض مع سوريا الانسحاب من جنوب لبنان فشل قمة كامب ديفيد انطلاق انتفاضة الأقصى قتل 13 من فلسطينيه 48 على يد الشرطة الإسرائيلية مهاجمة المفاعل النووي السوري في دير الزور الحرب على غزة إذن مشاهدين مع إيهود براك وزير الأمن الإسرائيلي نختم حلقة خلف الجدار لهذه الليلة أشكر متابعتكم أشكر فريق العمل الكل مخرج علي حيدر يارا حركي نيكول كاماتو قسم الشؤون الإسرائيلية في قناة الميادين ودكتور عباس إسماعيل وأيضا أشكر سناء أبي حيدر وفرح حاشري وكل العاملين في خلف الجدار والتقنيين نلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة